هاد بو كرش بو عيالات ما كرهتش نشنق عليه دابا بقاكا يعبرني من ساسي لراسي وانا واطقة من نفسي وواقفة ورافعة راسي قال عرفتي شنو دورك قلت لي اه عارفة ميزيو انا غدا نكون المساعدة ديالكم واللي طلبتوها مني غننفدها وغنكون في الخدمة ديالكم باس زيادتكم ترتاحوا قال برافو عليك وشنو تاني شنو هما هواياتك قلت ليه ركوب الخير والبلياردو وحتى القول ورياضات أخرى قال آه لينا راكي فعلا رائعة انا حماقيت عليك انتي اللي عليك كنقلب راكي فعلا رائعة فين كنتيش حال هادي ياسر فينك أولدي وريها بيتها وضه الله فيها راها غدا تكون عزيزة بزعب قال ليه ياسر أمرك سيدي تفضلي عمد موازين تمشى ياسر وأنا مراحة احتبعدنا شوية على بكرش وقلت توحشت وهو يقول شت عندك يسمعك شي واحد هنا ما كانش الأخ طالة ما شاعرك نسايها دابا وحلي عينيك وحضي رازك قلت واخا كي ما بغيتي بقينا كنتمشى وطلعنا للقصر كان واسع ومرعب طلعنا في الدروج وتمشينا حتى وصلنا لوحد البيت فتحوا ياسر دخل ودخل تموراه وقال هذا هو بيتك يومنا تاني مرة كان قولك حضي راسك حياتك أهم من كل هاد الشي وإلى شي مرة حسيتي أنه كاين خطر عليك راكي عارفة كيفاش توصلي ليه قلت ليه مفهوم وهو يقول ما بغيتي تقولي والو قلت لا آه بغيت نقول حتى انتت هلا في راسك بتاسم بتي سامة هادئة وقال ربعندي دغيوبات ليجرهتي ومشا سد الباب وقلت آه قل ركابي يفشلو ايش هدش يوقع واش كن حلم فيقيا يومنا طحت قالصة على النوزية وانا مصدومة وممطيقاش دكشي اللي وقع دعبا يا قلبو ميت واش حيا من جديد بقيت ضايخة شوية خلعو التاني شاف بيه وخرج عينيه فيا تم مفهم تراسيب اللي شي حد جاي عندي كانت واحد المسمومة عرفت انها عاشيقته وزاكنة هنا وهي شريكة ليه في بزار ديال المشاريع وكل شي كيخاف منها في القسر بحال الباصه الاكتر شافت بيه شوفات الشك وقالت شنو اسميتك قلت لينا وهي دقول مزيان اجابك ياسر نتمنى تكوني بحاله ادكية وكتعرفي طريقك مزيان ياسر اجي معايا خرجو خلاتني مصمرة هادي اش كتقصد واش تكون عارفة حلاش انا هنا لا ياسر قال لي ما تدير اتقاف التواحد وانا ما غندير اتقاف التواحد الا في هو اه يا زه قلبيك يرفر اويلي فين الداتو هاديك الحشيقة غتكون الداتو لا خرجتك نجري وانا نتفكر ممنوع الاخطاء ممنوع الاخطاء يمنى واش غنخسرها من لول ادخلت لدك الدوش اللي قد القيصارية وبديت كنت سارة وكس وبديت نتسارة حتى استكشفتو كله هادي بديت كندوش كملت وخرجت صايت الميكاب واللباس ومشيت لعند البوس وطلمني نقلس معاه الهضرة ديالو كانت باسلة كيهاود منه كات الباسلين وانا مسايساه بحال شي دري صغير وهو عاجبو الحال تلمني نتغدى معاه وكي مع الماتني مريم كليت بالإيتيكيت شاف في البوس بحال لا إيلا كنعيشو في عالم آخر بحال لا لهاد البوس كيعيش في عالم آخر وبقيت كنفكر شنو اللي عندو الغد ليه فيقتو ووجت له الحمال وفترت معاه واقترحت عليه ركوب الخير وافق حلال فور والمفاجأة انه ما كانش يقدر بتاك الكرش اللي عندو تلمني ندير استعراض قدامه وفعلا بحال لايه لحياتي كاملة وانا كندير الفروسية الباركة في سيليا هو عجبو الحال وياسر غير كيتفرج فيها ما عرفتش علاش كيخافو منه وهو عقله قد حبت العدس دوست عشرين يام في القتر والبوس واللف إيدي بحال الخاتم ما كيديرش حاجة بلا ما نكون حداه وبلا ما يتشاور معايا وجال وقت باش نعرف منه بزيف ديال الحويش هذا هو المطلوب مني وجا عندي ياسر وهدر بطريقة رسمية فهمت انه مراقب قال مضموزان لينا اليوم البوس عندو حفلة في القصر غايشيو عندو صحابو وغادي يتطافقو على شي صفقة وبغاك تكوني حداه واجدي راسك ومشى هادي فرصة اكيد هادي رسالة من ياسر اناني خاسني نحل ودني وعيني وصل الليل هادي فرصة اكيد هادي رسالة من عند ياسر اناني خاسني نحل ودني وعيني وصل الليل ووجت راسي والبسكس والسامبل وجمعت شعري بدرت مع كياج عنيق الحفلة كانت بادية والناس كيجيو هادي الزمارش حال كيخسر ديال الفلوس على والو وهادي الشي اللي خسروا هنا ايه لووكل بيه مشرادين غادي يدخل للجنة دياريكت ومشيت عند البوص وهو يقول واو ايش هاد الزمي فعلا انا حاسد راسي عليك قلت شكرا ميسيو حتى انت كتبان انيق بستاذ الناس كيتسنونها احطاني دراعه باش نزل معاه كل شي بقى كيشوف فيه وحال فمه انا النظرة ديالي كانت على هاداك اللي على بالكو وهو كان كيشوف فيه الشخص الوحيد اللي ما كانش حاملني هي ديك العشيقة حسيت بها غدا الترتق من اللي شافتني جلس البوص وانا وقفت حداه كل شي كان غيا كني بعينيه ولكن انا مرديتهاش فيه المنظر كان خايب بالذهب اول مرة كان كره الفلوس الفقر نعمة حيث على الاقل كان مقاون قييم عمري ما كان حلمي انني كون عندي فلوس وندير هاد الحالة كان اقصى طموحي نناكل ونوكل الجعاني الله ياخد فيهم الحق بقيت كنت صنوت ما ديت ما جبت تقريبا ما كانوا كيهضروا لا على صفقة ولا على والو كملت الحفلة وقال لي يا البوص باللي راه عيق بقوة الشراب وغايمشي يا نعز اديته لبيته ومشيت انا لبيتي يالله بديت كنحل في شعري وانا نسمع الدقان في الباب حليت ولقيت واحد الشايب كان في الحفلة وبينا في حتى هو مرفح قال لي بغيت نهدر محاك قلت دابا وقت نعاز قول شنو بغيت يدغيه وهو يقول انا بغيتك تكوني عشيقتي وغتولي ماليكة غدا تكوني شريك هالية في مشاريعي وغنفتح ليك حساب في البنك وغنشري ليك فيلا وطوموبيل آخر موديل وطلباتك كلها اوامر بغيتك تطلعي فياكي مدرتي اليوم البوس وتكوني معايا بدل ما تكوني معاه وما تخافيش غتكوني معايا في امان قلت لي صير في حالك بالمندير لك شي شوها انت ما زال ما عارفني بقى واقف وانا نسمع التصفيق هذا كان البوس قال برافو لينا برافو انا كنت متأكد باللي انتي ماشي بحالهم ومستحيل تبيعيني بالفلوس قلت له شنوا واقع؟ وهو يقول ياسر البوس دارلك اختبار بغى يختبر الولاء ديالك ليه وانتي نجحتي فيه بقيت مصمرة في بلاستي ياسر علاش ما قال لي يوالو يعني كن ما كنتش كنحمل نكون عشيقة لحتى واحد كنت ده بغدا نكون ميتة متلت حدابي اللي ولائي وإخلاصي ليه وما كيهمونيش لا فلوس ولا غيرها ودخلت البيتي وبقيت كنفكر النهار اللي كنت متسولة في الزنقة كانوا كيجي ويطلبوا مني نكون عشيقة ولكن مقابل الماكلة وصافة ومن اللي وليت في مستواهم ولا المقابل الكبر فيلا وفلوس وطموبيل اللي مرفنا دارهم دي ما كتكون سلعة بحالها بحال الطموبيل وبحال الدار الله يمسخهم بعد داك شي اللي وقع ولا البوس في يدي بحال الخاتم بمعنى الكلمة كل شي في القصر وفترة واجيزة ولا كينفد اوامري انا اما عشيقة البوس ولا تفين ما كتشوفني كتخنزر فيها خصوصا إلا كان حدايا واحد النهار بالليل عيت عليها لقيت وشارب بالزاق وما قادرش يهز ايديه وقلت هادي الفرصة ديالي باش نشبدو بالهضرة قال لي يابي اللي غادي الألمانيا وتما غادي يشري السلاح وغا يجيبو المغرب وغادي سيفطف باتو اما هو غادي يجيب التيارة كايد يقرع وكايد يهدر افرحت من اللي اعطاني هاد المعلومة واذا عمت نجيب دكتر قلت بس بوسي قول لي يا فين كتخبي في ليساتك واش في البنك اضحك وقال حتى لارة كتسول ديما هاد السؤال واش بغيتي الفلوس انا غادي نعطي طول باللي بغيتي انا فلوسي كلها في سويسرا واحدة واحدة ما غا تقدر توصلي هون شوية وهو يطيح ناعس وبدك يشخم اوف على جيفة اوف على جيفة كداير نط غطيتو هو هاكا وخرجت مشيت خدي التاليفوني وصيفت ميساج الياسر ما بينش ليه الاثر بقيت كنقلب عليه ودزت على الغرفة ديال ديك لارة وانا نسمع صوته حليت الباب شوية نشوف وباللي يا جالس حداها وهي كتت حلوان عليه وسكرانها ولابست كسوة مغطية لها شوية ديال الحن والباقي كله عريان وهو شاد راسو كيهدر معاها القلب الميت هو هذا غلطت بزايف من اللي فكرت انه ممكن نكون حييت لي قلبه هذا انسان كيهمه غير الفلوس في الدنيا وماشي شي حاجة اخرى انا وياه مهمة وخاصنا نكملوها وديك ساعة كله واحد يمشي عيش حياته سنيه تمام حتى اخرج كي يصد في الصدايفات ديال القانيجة وانا نقول له بالصحة تخلع من اللي شافني شاف جميعنا واحي اللي يكون تماشي واحد وججرني من ايدي ودخلني الواحد البيت وقال يومنا ايش كت تديري فهد الساعة؟ قلت كنت قصارة مع البص كيما انت قصرتي مع صاحبته وها احنا تلاقينا وهو يقول انا ما قصرت مع حد انا كنت غير كنحاول نجبد منها شي معلومة قلت ليه ما تشرح ليش وانا مالي حياتك هاديك دير بيها اللي بغيتي علاش كتحاول تبرر ليه اش كتدير؟ حتى انت راجل مضعيف قدام نزواتك قال انا ما ضعيفش هادي مهمة ونفتها قلت ليه بغيت نقول لك البص قال ليه فلوسورهم في سويسرا كلهم وبيلي غيمشي الالمانيا يدير صفقات جراء اسلحة وغيسيفتها في الباطو وهو غيشيف الطيار قال ليه ما قالكش فوقاش قلت ليه ما قالش دابا شنو غنديرو الفلوس ما صدقوش في الخزنة قال خليكي من الخزنة والفلوس دابا حاولي تجيبيلي معلومات على استفقه واخه قلت غريب ماشي كانت كتهمك الفلوس شفتك بدلتي رأيك قال يومنا عافكي ماشي وقت الغيرة ديالك رأى عندنا مهمة عافكي ماشي وقت الغيرة ديالك دابا رأى عندنا مهمة وليت حمرة من اللي قال غيرة قلت غيرة؟ وعلاش غدا نغير؟ ما لياش بيني وبينك صبح على خير مشيت وخليتو وما زدت حتى كلمة السيد ضمنني دابا نوريك ياسر غاب اللي تعليك من بعد دكش ديال بارح ما بقيتش كنحمل ديك خيتي وحلفت حتى نفقصها بالبوص ديالها كيما فاقتاني بياسر وحتى ياسر غاب اللي تعليه وليت كان عامل البوص برقة ودلع وحنان وهو غام زايد فيهم كي عجبوا الحال وهو غير ما زايد فيه كي عجبوا الحال ياسر مفهموالو خاف للضيع المهمة بالغيرة ديالي على حساب تعبيره ولكن انا حاولت نثبت ان المهمة شيء والمشاعر شيء اخر خصوصا بعد ما جبت ليه جميع البعلومات ديال الصفقة اللي غايدير بوكرش في ألمانيا بقى حاير كيفاش حتى قدرت نجيب هاد الشي من البوص اللي مهبل كل شيء واحتى واحد ما قادر يجبد منه شي حاجة وصل النهار اللي سافر في هالبوص وانا نلقى راحتي تنفست والحسن الحد مشات معه ديك الهراء هناتني إلا بقاتك تحومي على ياسر غادي نقتل هونت هنة وصبحت ناعسة مفقتش بكري كي مديمة باش ننوضل ذاك البوص بقيت على خاطري وتخليت فراسة نزلت وقلت نقلب على ياسر نستغلب ان كل واحد ملهي فراسه ونصلح معاه الحالة باش مديهش مني ديك خيتي بقيت كنقلب عليه وما لقيتوش حتى عيت وسولت وقالوا لي يا راح خرج بكري مرجعش تفقست واش هادي فرصة نبقى وانا وياه وهو مشا بقيت ما عندي خاطر نعكل والو ودوزت نهاري كنت سنى فيه ووالو ما كاين شو مرجعش استغليت فرصة ومشيت البيت البوص كنقلب فيه لقيت فيه شي واتائق وما فهمت منهم والو صورتهم وصيفتهم في واتساب تيال ياسر ومشيت البيت الصفريطة قلبت المسخوطة كل شي سد علي قندت وما لقيت منديه بقيت قالسة كنحاون بتتاصل بياسر شوية وهو يصوني قال قالوا يومنا قلت ياسر فينك راني بقيت بوحدي وهو يقول شوفي راني في ألمانيا قلت لي اش كديرت ما وهو يقول لارا طلبت من نمشي معهم هادي فرصة باش اتقطع قيت كنقول آلو ياسر آلو عود تاني لارا واخا ياسر انا غدا نوضيك ابقى الشيطان الليل كامل كيتناحر معايا انا كنخططه هو كيخطط دابا انا واش محجباتش اش عاج بوف ديك لارا ديبه تابحة شنو اللي فيها هي يوم مفياش انا كنت غدا نتفتق نزل ومشيت لكوزينة وبديت كنناكل خرجت الفقايز في الماكلة علاش اياسر علاش علاش كدخوني معاها محملتش راسي وبقيت مفقوصة والغد لي بقيت كنفكر تاني فيه شديتني القنطة بوحدي في الدار وفكرت في صحابي وفي البناز انا شابعة ماكلة هنا في هاد القصر وهوما ميتين بالجوع مشيت وشريت الماكلة وشريت بستها ومشيت البلاسة المعهودة وللأسف حتى واحد ما عرفني جمعوا عليهم اللي يلقوا في ايدي المكان كاين اللي قال الله يخليك هلالا ويعطيك ما تمناي وانا نقول لهم ما عرفتونيش بقاوا كل شي كيشوف فيها قلت انا يومنا نسيتوني قالت وحدة من لبنات لا يومنا مايمكنش بقاوا كيعنقوني وفرحوا بالماكلة اللي اديت ليهم كلا وهو بقاوا كيعيطوا على بحدياتهم والفرحة هي نشوف فيهم هاد نظرة ديال الفرحة حيت فكرتهم ومنسيتهمش فرحت من اللي شوفتهم فرحاني وبقيت كنهضر مع ياسمين وقالت ليه اخر الاخبار قالت فخبارك صحيبتي داك البوليسي كل نهار كيسولني عليك قلت شكون عدنان قالت ايه اختي قلت ليها غريبة ياك ما شد عليا شي حاجة بقينا كنهضروا احتبال ليه عدنان وهو مدهاش فيها ومشيت لعندو وقلت شوف قال نعم لا لا كين فاش نعونك وانا نقول عدنان ما عرفتينيش قال لا 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 انتي وشكة تحرفيني قلت ليه اه انا انا يومنا اللي كانت كتطلب المتثولة وهو يقول مستحيل شحال تبدلتي والليتي قرداصة قلت ليها نعم وهو يقول نشربو شي قهيوة قلت واخا ليه الشرف وهو يقول انا اللي ليه الشرف تفضلي يا لالا نجينا انا وعدنان الواحد الكافيتيريا استقبلونا بيه تفضلي يا لالا تفضل اسيدي واختاروا لينا احسن طبلة قلست وانا نسحى رجعت بيد ذاكرة الماضي انهار كانوا مالين اللي يكافي كي يجروا علينا من حدا بيبانهم وكي ضربونا بحالي لكنا هازين جدام شحالك انك انتمنا وشي حضن ديك ساعي حسسنا بالامان كاينين اللي ديرينها هواية ولكن اللي متأكدة منه ان احتى واحد من المتسويلين مكره يتزاد وهو فهم ومالعقد يلتهب احتى واحد ما بغدك الاهانة لراسو وتفكرت عدنان والاهانات ديالو لي وضربو لي كان كيتمتع بتعديبي حيت كان عارف انني مغداش نهدر وما كانش لغيدة فعالية ضعيفة وها انا يومنا نفس الشخص ما تبدل فيها غال مظهر نفس المشاعر ونفس الانسان ونفس الروح غال كاركاس هو اللي تبدل وها هو عارض علي الكافي باش يبان احدى الناس باللي يقالس مع بنت زوينة وشيك قال اشغط شربي يومنا فين سهيدي قلت غعنا بغيت جود وغنج وهو يقول الله الله على جود وغنج كيفاش حتى تبدلتي هكا ووليتي واحد اخرى ما مطيقش راسي قلت شي بنات عاونوني وقرعوني وانا عايشة معاهم دابة بحالختهم قال يومنا عندك يكون شي بيت ديال دهارة وقلت ما تخافش هادو بنات قاريات وهو يقول مزيان خاسكي تعرفيني عليهم بقيت ساهية وكنفكر فين وصلتوا معا من عايشة معا اللي بعيد بزاف على الناس احنا ماشي حوتالة هوم اللي حوتالة فلوسهم كلها حرام ايه لكننا غادي ندخلوا لجه النام حيت احنا كنطلبوا هادوك فين غايمشيه وهو يقول لي عدنان يومنا شنو رأيك نصهره اليومة قلت فين وهو يقول شي بوات واش دي راسك وقولي لي فين ساكنة دوت عندك قلت لي واخا ما كاين مشكيه نصهره عليش اللي وهو يقول بحقا وفين هو داك اللي كان كيخلص عليك الماكلة فين وصلتي معاه قلت اه هاداك دار فيا خير وداني عند هاد البنات طلوا فيا ومن ثم ما بقيت شفته قال عدنان انا محملتوش مزيان من اللي تفارقتي معاه باينة في وجهوم حابسي غايكونشي جفار ولنصاك فايت شفته فيشي بلاصة وما قدرتش نتفكر فيه اكيد دايجاش اديتوش يمره اضحكت وانا نقول في خاطره لو كانت عرفي عدنان باللي هو قتال وهو يقول لي مالكي كتضحكي راهت شلي كنقوليك بسطح انا بنادم غير نشوف فيه نعرفوش كون قلت عندك الحق في هادا الزمان ما كينا تيقام غدا نخليك دابا خاصني النوت تهلا في رازك وانتلاقاه في الليل خداينا مرت ومشيت شديد تاكسي ورجعت للقصر هاد الناس كيتزيروا غامل لي كيكون الباص كل واحد واخد راحتو ودوزت نهار وفي الليل اصيبت راسي وطلبت من الشيفور يخرجني ويديني لسونتر ومن تمام صونيت العدنان جا عندي بطو موبيل ديالي كان مفركز وكيبان بوغوث وحتى انا كنت واعرة تهليت فراسي بالثان الصراحة كنت مفقوصة من الداخل بداك النفاق الاجتماعي حتى واحد في هادا الدنيا ما كيبغي الروح كل شي كيبغي المظاهر واول واحد هو عدناه اللي كنت عوالا شحفه والندموع للنهار اللي حملني فيه على اساس المظهر ديالي وقاعدة كالضرب اللي كليته منه ضلما مشينا الواحد الوات كلاس باينا غالية وكيمشيوليها غير الناس الهاي ادخلنا ونفس الاستقبال وفعلا الداخل كانوا تمغى الناس لكنت كنشوفهم شي حاجة بعيدة واحتى انني نسعى عندهم ما كنتش كنزعى جلسنا والموسيقى مجهدة هاد الناس فين عايشين وعدنان كان ناشط وكيهضر وانا ما كنسمعواه كنشوف هاد الوسط اللي جابني ليه الفلوس ما كينقيوش النظافة ما كتعنيش حويجنقيين ابدا بالنسبة لي هادو كلهم غارقين في الوسخ هاد الحويج ما كنش كنشوفها من اللي كانت في الزنقة وما عندي احتريان كانوا كيبانوا لي الفلوس جنة وشي حاجة زوينة بالزعف الانسان كتكون النعمة في ايديه وما كيعرفش استعملها ولا يستغلها شوف هاد الناس فين كيضيعوا فلوسهم انا ما كنتاميش لهاد الوسط انا ماشي من هاد الناس ومستحيل نكونش ينهار منهم جابوا لها اتنان قرعات يغشرا ما كانش كيحساب لي بالليحته هو عندهم عهد الشي انا مبغيتش وقلت له الله مبغيت نشربوه له وطول الوقت مهدرتش غير كنشوف وهو بحى الليلة صارت كاسيتا قال لي يا يومنا بغيت ينوضو نشطحه قلت له واخه نطنشطح معاه وانا عقلي ما كينش هنا كنشوف هاد الناس كيفاش عايشين كين عيالات كبار وشارفات بدل ما يمشيوا عبد الله جايين هنا مع شباب صغار وكيشطحوا وكيسكن شوية وهو يبال لي اخر شخص مني تنشوفه في هاد البلاسة صديق البوز اللي اختبر نيدك النهار وكان سكهين ومجمعين بيه بزيف ديال البنات ولكن هو ولد الحرام مقشعني غير انا ناط بحال صاروخه جا عندي قال لينا ايش كديري هنا وقلت ليه باحد مني فين كان عرفك بعدت منه بغيت نهرب وهو يشتني وانا اللي قاعدنان ضربوه طيحو الارض تما ناضوا ببوديجارد ديالو وشبعو عدنان عزا مسكين كانوا غاي قتلوه وانا ما كان في ايدي غير ناضر عدناني الاكتاب في عمرو شينهار ارا غاي عيشو موقف ما كانت تحسدش علي خفت بزاف ومشيت ضغية لقصر بدلت حوايجي ولبست بيجاما ونزلت بحال ليلة كنت في الضار وبقيت كان ناكل باش الخدامة يشوفوني وباش ايلا نشحتة فضحني ذاك السمر نقدر نكدوه والاول مرة هدرت مع كل شي اللي في القصر مهما كانت ما كانتو وعطيت الماكلة حتى لنحو الراس ديالباب باشي اكدو بلي شافوني في القصر وما خرجتش وبقيت مرعوبة وكنفكر بعدنان مسكين الله يا ربي واش غايكون مات وما كانت ايدي الا انتاصل بياسر يعمل ايش داني كنت باغا نفقسه ولكن جبتها فراسي وفعلا انتاصلت بيه وعطلو كل شي قال لي ياب اللي هو جال المغريب وغايكون في القصر من بعد ساحة باش يحل الموضوع وبعد ساحة جاء نقل فلو ياسر انا هو يقول سكتي انا عارف كل شي واش تسطيتي مبالك غير عدنان عدنان راه بوليسي عرفتيش ناهية الدخل لبوليسي بناتنا وعرفتيش ناهية يشوفوك مع بوليسي يعني غايشكو فيك غايحساب ليهم راكي خدامة مع البوليس وما نضمليك شوش غايخليوك عايشة إلي شكو فيك ولو واحد في المياه هاد الناس ما معاهمش اللعب انت اللي طيحتي راسك في هاد الموقع اللي دارها بإديه يفكها بسنيه قلت انا الى طحت ما غنطيحش بوحدي انا غنجبتك معايا يا نموتو بجوج يا نبقاو عايشين بجوج اضحكو هو يقول برافو عليك ما عندي ميت سالك واللي تحتانتي مافيا وكتهدي انا علي نعاونك في واحد الحاجة هي نطلب من الحراس يقولو بللي انت مخرجتيش النهار كامل من الأقصر واحتى الحراس ديال داك الهرب نرشيهم يقولو بللي هاديك اللي شافها ماشينتي يومنا يا كنت خرجتك من داك المستنقع اش رجعك ليهم تاني قلت مستنقع هادك هو أصلي ومغنتنكرش ليه وهو يقولو وخلالنا من اللي نكملو المهمة اللي بنا ديك الساعة سيري في ما بغيتي وعيشي معا من ما بغيتي ديك الساعة ما غيكونش ليه حتى سوق محالي خرج وانا بكيت كنبكي وفكرت في ديك اللحظة اللي غيسالي فيها هادشي واش مغنبقىوش متشوفو واش فعلا غنتفارقو حسيت بضعف رهيب ما فكرتش في البوص او في حد اخر ولا في الموت الموت بالنسبة ليه هو انت فارق على ياسر اه كان حتارف كان بغيه بالزاف وخاقتال وخافيه كل عيوب الدنيا كان بغيه هو الانسان الوحيد اللي احتعظني وعمره ما حسسني بالفرق بناتنا كل شي كان كيشوف فيه من الفوق اللي تحت كله هو كان كيشوفني قدامه عاوني نوقف على رجلي وصبر معايا حسيت بالامان معاه هو اللي كنت كان حلم بيه ما كرهتش نعيش وانا وياه في خم وفي الفقر ولكن نكون معاه ما بغيتش نرجع نكون بوحدي ما بغيتش بقيت الليل كامل وانا هكاك ما نحزتش وما شفتش النعاس وطلعات الشمس وجيت عندي وحدة من الخدامات وقالت لي يا راشي واحد كيت سنان والتحت انزلت ولقيت داك الهام تتبعني حتى الهنا باش يهددني قلت مرحبا اش حب الخاطر البوص مسافر واش مفخباركش وهو يقول مجيتش على ود البوص اي يوم انا قلت لي نعم شكون يومنا قيل داك البوليسي ديالك اعتارف بكل شي وقال باللي انتي اسميتك يومنا ماشي لينا قلت لي اش كاتحضر شكون يومنا واش من بوليسي واش كاتحلم او لا شهر بشي حاجة وهو يقول قبل ما تضحكي علي انتي البارح بالليل كنتي في الابوات وكنتي كاتشطحي مع داك البوليسي قلت لا اكيد انت كاتحلم انا مخرجتش البارح النهار كامل بديت كنعيط الخدامة والحراس وجو عندي قلت واش انا خرجت من الدار البارح كلهم جاوبوا بالله وقالوا النهار كامل وانتي في الدارة مضموها زي هو يقول واش بغى تسطيني انا متأكد باللي هادي كنتي وغادي نقول كل شي هتشي الباص باش يحضير عصو منك نعد كان غادي يحمق وخرج هادي هي الفرصة ديالي نتغدى بيه قبل ما يتعشبية غادي نستعمل كيد النزا خديت التليفون واتصلت بالباص وبقيت كنت بوحد وكندير راسي كنبكي قلت موسيا اعتقني ذاك الحيوان كيتهجم علي وكيهددني اجي عافك انت اللي كتحميني منهم وبديت كنبكي وهو يقول لي واخا ما تخافيش بقاي في القصر وانا غادي نجي اليوم وانا نقول في خاطري دابا غادي نشوفه انا ولا انتا دايز النهار وفي العشية جا الباص وانا لبست احسن لبسه عندي وماكيت ودرت بارفا ادخل وانا نشي نجري عنده واحد بتالعو عن نقطه بحالي لا كانت حاما فيه هو كان ضخم بزدار وحاوتني بأيد وحده وكنت كان بان صغير ورحده ياسر كان واقفه كيشوف فيه بنصعين وثابت اما لارا زادت تفقصات ومشات لبيتها ما حملاتني ما حملتها غابلاتي عليها باش عمرها تفكرت قرب لي الياسر دي علي قلت موسيو وبديتك نبكي وهو يقول راكي عارفاني ما كان حملش نشوف دموعك قولي لي شكون خسرلك خاطرك وانا نمحيه من هاد الدنيا قلت لي عقلتي على هادك اللي اختبرتيني بيه اللي كان باغي نكون عاشقته باينا فيه ما تسطات ليش نرفضه وجاء وتهجم عليها وكيلوح عليها الباطل كنت قال سا ما بيا مع ليها وهو كيقول لي باللي غادي يقلب عليك الباص وانطيح عليك شي باطل إلا ما قبلتيش تكوني معايا قال واش تجرق اينا غادي نوريه ياسر وعيط على ياسر قال ليه ياسر نعم وهو يقول له بغيت كدابة تصوني اللي هليه يجي دابة بقيت خير كنشوف عرفت بلي الباص ولف ايدي ما تعطلش بزاف دك المصخ قجع كان مرعوب وبدك يقوله بلي شافني فلاقوات مع واحد البوليسي وبلي اسميتي يومنا قلت ليه واش انا خرجت اصلا من القصر الكداب وعيط على نفس الاشخاص اكدوا للباص باناني ما خرجتش من القصر نهار كامل وهو يقول ياسر باص احنا ممكن نتأكده كتر ونسوله لي بوديجارد ديالو عيط على شي وحدين وسولهم وكانت ايجابتهم بلي هديك البنت اللي شافها فعلا كتشبه ليه شوية ولكن ماشي انا وبلي الشاي بكانت سكران بزاف دك النهار وبدك هيد دابز هو الراجل اللي كان مع ديك البنت وروونه ديك الابوات حيت كانوا سكرانين بجوش انجلت وليت كان بليك في اي بلاصة بقى فيك دك الرفض بزاف حرقك في قلبك ومارضيتيش هو بقمس دوم من الهدرة ديالي بوديجارد ديالو كتر من كل شي وهو يقول له الباص انت اللي جنيتي على راسك غا تدفع تأمان طمعك في حاجة ماشي ديالك طمعك في الباص وتحديك ليه وجبد الفردي ديالو وطيره فيه طيح وتم ما كل شي بقمس دوم وخايف احتمن ياسر شاف في ابنتها اول مرة كنشوف فيها خوف ماشي من الباص وانما مني وبعد ديك الحادثة ولا كل شي دير لي الحسان وصلت وقترت على الرأس الكبيرة الباص بين ايدي وانقدر ندير بيه اللي بغيت هو ولا كل نهار كيقسر معانا كنجبد منه اللي بغيت واللي محمقه فيه هو الخاطر اللي كندير له وعلى حساب داك شي اللي كيقول انني كنعزز رسع ليه وما كنرخص حاش عمري خليته يقرب مني غير بالفشوش والدلع كنرفضه ما كيقدر يقول لي وانو وحتى على حساب داك شي اللي كيقول ان جميع البنات اللي دازوا معاه من بينهم رولاو كانوا كيهمهم الفلوس وكانوا كيطلبوا منه شركات واسهم ومشاريع ولكن انا الحد الان ما طلبت منه وانو وكنت كنكتافي بانني نقول له ماللي يسولني شنو حب خاطرك ولكن انا الحد الان ما طلبت منه وانو وكنت كنكتافي بانني نقول له ماللي يسولني شنو حب خاطرك نديروليك طول بي اللي بغيتي كنقول له كيكفيني نشوفك مرتاح واليوم قصرت مها شرب حتى عياء وناس ومشيت لبيتي ولقيت ياسر كيتسناني قال لي يا بالصحة قلت اش قدير هنا ما خفتيش يشوفك شي حاد وهو يقول ما تخافيش كل شي تحت السيطرة قلت لي ياسر انا توحشتك بزاف علش كتخلي ديك لارة تقرب ليك كتشعل فيي العافية من اللي كنشوفها معاك وهو يقول تماما بحالك من اللي كتكوني بين ايدين البص ما فكرتيش انك تكوني كتشعلي فيي العافية حتى انا قلت يعني انتكت غير علي يا ياسر قولها عافعك قول لي باللي حتى انتكت بغيني انا كندير اتفاقنا لا قبلك انتا ما كنحمل حتى راجل في الدنيا ولو يكون عنده مال قارون انا بغاك انتا عافعك خلينا نمشيه من هنا انا غندير اللي بغيتي على قبلك انتا وهو يقول انا خايف عليك يومنا وبدك يلعف شعري وكيشوف فيي بنا دارات خوف كمل كلامه وقال خايف من البص هو متعلق بيك بالزعف خايف يجيشي نهار وياخدك مني قلت لي يعني انتا حرك راسه بالايجاب وقال اه انا كنبغيك كنبغيك من اول نهار شفتك فيه من قبل ما نعرفك طاحوا عدة قطارات من الدموع من عيني حسيت راسي طائرة في السماء ونقذت عليه تعلقت فيه وهو هزني وعنقبي احسن احساس في الدنيا هو هذا ما كيدخل فيه لا نادة ولا احتشي حاجة فقط الاحاسيس الروح هي اللي كتكلم قال لي كملي على الخطة ذاك شي اللي سيفتي لي هو هذا برافو عليك وانا غادي نتكفل بلارة قلت عداك تستسلم ليها ولا اياسر والله حتنعلقك من دوك الودنين ونحيد ليك ذاك القلبون شوي وهو يقول وراكي حيتتيه واخديتيه وشويتيه وانا نقول له كنبغيك وهو يقول كنموت عليك صبحي على خير مشيت منعص وانا حاسة راسي طايرة في السماء الله يخليك ويحفظك ليه يا عزة والغت ليه كنت في بيتي احتجت عندي ديك المسمومة دياللارة وانا نقول لها شنو بغيتي وهي تقول انتي اللي شنو بغيتي شفتك تيقتي راسك الباص ماشي هيك عمر شي وحدة ما تحداتني بحالك ولا خدات عقله بحالك قولي لي شنو بغيتي وانا غدي نديره غتسافري من هنا لأستراليا وتم غتعيشي كيف بغيتي عندي تم مشاركة غنكتبها باسميتك وحياة عمرك حلمتي بيها سيري من هنا ضحكت وانا نقولها وليت كنخوف ياك انتو مقولكم كيهمكم غير الفلوس انا مبغيت هاش انا بغيت حاجة اخرى وهي تقول شنو بغيتي طلقينا قلت بغيت الحب وهي تقول ديك المراهقة ما غتنفعش هنا وبلا نتوهمي الباص بلي انتي كتبغيه قلت سيري في حالك لارا فرقيني عليك وهي تقول تحملي العواقب مشات وخلاتني غدا تقية منها الناس مادية انا مبغيتش نعيش في هاد الدنيا الى كانت هكا ومشيت لعند الباص كما العادة ودوزت النهار معاه ووراني ليكا دولي جابلي غير الحوايج الغالين وبالسعب وتفكرت النهار اللي كنت كلقاش حديدة على شكل خاتم ولا براسلي كان هو النهار الكبير عندنا ده بوليت كنختار في الألماس الدنيا غريبة بزار وهاد شي كله مكانش كيهمني المهم هو ياسع بقيت كله نهار كندوزو والبوص ولا بحال الدر يستغور لي القامع معاه كان النهار الكحل هو يشوفني غضبانا إلا كرهت شي حد غير نقول له باللي راعصبني باينا غادي قطلوا بلا هدرة ولا كل شي خايف متني وكل شي كيدير لي الخاطر كتر منه احتى الواحد النهار عايت عليا الجردة باللي كان كيحساب لي باللي باغي يقصر ويشرب ولكن تفاجأت من اللي لقيت الطفلة مغطية بتوب حمر وعليها شموع من أنواع فاخرة وحداها جوجد الكراسة والبوص كان لابس كستين خلعص وبابيو قلت ليه مازيو شنو واقعة هنا واش كتتسنى في شي حد وهو يقول اه كانت سناك انتي قلس يا لينا قلس وانا مستغربة وما فاهمة والو قال انا عارفك مستغربة انا بغيت نكون اليوم غير انا وانتي قلت ميسيو انا ما فهمت وعلي وهو يقول انتي الينا شفت منك غير واحدة في الدنيا ما شفتش ليك انتي قدرتي تخليني اسعد واحد في الدنيا ببراقتك انا حاسبي اللي ما قادرش نستغن عليك ولا نهاري ما كيدوش الى ما كنتيش معايا فيه لينا انا ما بغيتش قادر نبعد عليك بزوجي بيا قلت كيفاش وهو يقول بلاتي عليك ما تقول والو دابا انا عارف صعيب عليك هادشي والفرق باستيدنا اللي بيناتناه كبير بالثاف ولكن كنواعدك ما غتحسيش بحت فرق وغنحيشك مالكة اللي بغيتها غير طلبي وغدا تحضر تروى ديالي كلها تحت امرك غتولي ديالك يلا بغيت نهضر وهو يقاطعني وقال لينا فكري بشوي عليك وغنكون في انتظار الرد ديالك إلا وافقتي غندير ليك عرص اسطوري وغنكون اسعد واحد في الدنيا غادي نتساراو العالم مع بعدياتنا وغنكون الطفل الوادي عديالك قلت في خاطري لا واهل بغل ديالي شو قدهاش انت وما زالك يقول على راسو الطفل وهو يقول لي مالكي ساكتا كتفكري بشوي عليك انا غادي نتسنى جوابك على احرم الجمل قلت ممكن نمشي لنعز وهو يقول تفضلي يا حبيبة احلام سعيدة نت وانا مفقوسة ناري على حصلة واش انا عشت حياتي كتسنى النهار ليسمح فيها ديالجملة وفي الاخر نسمحها من هذا شكون قال لبنات مارديات وهمهم غير الفلوس ها هو بنك قداني ومحملتوش واعي بضله بغيت ياسر ما نعزتش ديك الليلة كان خاصني نوصل هادشي لياسر احتط مأنيت بلي كل شي نعزق ومشيت عنده قلت ياسر انا طحت في مشكلة كبيرة وهو يقول عارف البسطة البك للزواج هادشي كان متوقع حيت تعلقه بيك ما كانش عادي والصراحة عنده الحق وانا نقول واشنو هدا ندير انا ما كنت شناوية هادشي قال لي يا ياسر وافقي يا يومنا قلت لي اشنا هو نوافق واش تسطيتي وهو يقول يومنا سمعيدك شلي كنقولك ياك انتي كتقي فيا وقلت لي تقي عمياء وهو يقول ايه لكتقي فيا وافقي وطلبي منو يدير ليك حفلة الخطبة وباللي خاصك شوية الوقت توجد راسك للعرس وما تخافيش ما غادش تزوجي بيه حيت احنا محتاجين انه يتيق فيك اكتر باش تسهال علينا المهمة ونمشيه من هنا قلت ياسر هادره الخطر بعينيه انا متأكدة باللي عمري ما غدا نقدر نتفك من هاد الراجل احتاج لاخدينا التروة دياله ومشينا لآخر الدنيا غادي يقلب عليها قال ما عنده فين يقلب عليك انتي ما دامك معايا عمره ما غايقرب ليك شي واحد فهمتي ما تستاهنيش بحبيبك وانا نقول اهانا مورا كياسر وهو يقول لي ديم احد هك وكان بغيك قلت لي احتى انا كان بغيك نت الصباح وصايب تراسي ونزلت نفترم على البنس وهو يقول لي صباح الخير الاميرة ديالي قلت صباح النورة ميسيو نحست ميسيان وهو يقول ما نحستش اللي الكامل وانا كنفكر فيك سلبتي عقلي يا هاد البنيتا قلت ميسيو واش حتى لهاد الدرجة كتبغيني وهو يقول كان نموت عليك الحب ما كيعتارفش بالسن الحب كيجي في اي وقت قلت ميسيا واش عمرك تزوجتي وهو يقول صراحة تزوج ثلاثات المرات ولكن كلها كانت غاب بريستيج ومصلحة انتي اول حب في حياتي كينين بزاف ديال الرجال في السنة ديالي تزوجه بناتك في السنة ديالك وما كيهمش السن بينهم المهم هو الحب اما السن تيقي بيا عمرك ما غتحسي بيه معايا قلت ولارا وهو يقول إلا بغيتي تمشي من القصر اليوم هي غاش ركالية ولكن ما بقى بيني وبين هوالو انتي هي كل شي قلت لا انا بغيتها تبقى ولكن علاقتك بيها تمتاهي قال لي يعني وانا نقول انا موافقة على زواجنا ولكن عندي شروط هو يقول انا فرحان بالزعف ممتيقش راسي شرطي وطلبي اللي بغيتي انا عبد تحت رجليك قلت انا مازالة صغيرة ومفرحتش بغيت نعيش الفرحاكي ما هي بغيتك تدير لي حفلة الخطبة هو اللو وال ومن زربوش بشوي علي انوجد راسي العرف وندير دك شلي في خاطر كله قال حبيبة كل شي غايجي في غمضة عين ندير لك اكبر حفلة هاد الليلة دي الخطبة وغدى بحركة من ايدي ندير لك اكبر عرص في الدنيا قلت لا هكا ما غنحش براسي عروزة انا بغيت نوجد كل شي بنفسي نمشي نختار انا ما مزروباش بغيت كل شي بالخاطر انا ما كانش هكا ما كا ينزواج وهو يقول لا لا خودي راحتك المهم هو وافقتي قلت ربي يخليك لي وهو يقول حتى انتي يا حياتي عرفتي شنو كانت منا قلت اش كنت منا قول لي وهو يقول كانت منا نورد منكش يولد يورد هاد التروة ديالي هادا حلم كان عندي خديم ولكن ما كنش لاقي الامر كنت كنت منا نلقى الام اللي تستاهل تولد لي وهانا لقيتك واش بغيت يتولدي معايا يا لينا سكتوا بقيتك نشوفي وانا متردة قال عارفك خايفة من الولادة والمسؤولية وانتي مازالة صغيرة ما تخافيش انتي حملي وغنهزك فوق راسي ما غادت تعدبي فواني غادي نجيب المربيات وانا نقول يكون خايف كي ما بغيت ناضب دك يصفق وجا ياسر وقال له الباص يجمع كل شي اللي في القصر وفعلا كل شي جاوي يسمعوا اش غيقول ليهم قال سمعوني مزياني لينا من هنا الفوق هي سيدة القصر انا وياها غادي نزوجوا غا تكونوا تحت امرها وتوجدوا الحفلة الخطبة اللي غنديروها كل شي يفرح الباص غادي تزوج كل شي بدك يبارك لينا إلا لارا تخطف وجاها وبدايت كتصفار وتخدار صد مات ما كانتش متوقعة ان الباص غايدير لي قيمة وغادي بغيت تزوج بيها هي اللي قد مات ليه كل شي ما طلبهاش للزواج ما صدقاتش راسها كيفاش حتى وقع هاد الشي في لحظة ولا ما حاملهاش واحتى واحد ما كيديها فيها قلت في خاطري ما زال ما شفتي من نوال والارا غير صبري بديت كنت فشش وندير راتي كنوجد له خطبة عشت الدول ومشيتش ردك الشي اللي عندي فيه الخاطر كله كنت خايفة بالزهر وما فاهماش كيفاش كيفكر ياهسر واشنو غادي دير لقيت البوص موجد الجردة بالليل وغايدير حفلة كبيرة وغنركبو الخواتم دير مهرجان غير دلخطبة العرس اشنا ويدير فيه دازت الحفلة وكنت فيها بحال شي اميرة كل شي كيشوف فيها عارفين ان هاد البنيتة تربعت على عرش التروة ديال اكبر رئيس عصابة في البلاد البوص كان ترحان بيا وخلاص قفيا ما خليش لي فرصا تنفس فيها كنت كنقلب على ياسر وما لقيتوش اكيد ما غاديش يحضر في خطبة حبيبته دازت ديك الخطبة وانا ما حاملاش راسي ركبنا الخواتم ولبسني خاتم ديال تيامو باينها فيه من اغلى ما يقوم ولبسني التقم من اجمل لحيلي هاد على اخر ايامو جاي عيش الدور معايا انا دازت الخطبة وفي المجال لي البوص فقاش العرس كان نقول له مازال موجة تراصي مازال واحد النهار كنت قال سامحا وانا نقول له بوص عود لي انت كيفاش قدرت تدير جاه هاد التروى كلها قال حبيبة انا غادي نقول ليك انا ما تزاديتش وانا غني ولكن كنت خدام مع واحد المافيا وتعلمت كل شيء تجارة الاسلحة وتجارة المخدرات وتجارة الالماس هي اللي كتدير جاه هاد التروى اللي انت شايفاها قلت ومازال خدام في هاد الشيء هو يقول بيني وبينك عندي واحد الصفقة ديال العمر نديرها وبعدها غادي نتفرغ ليك والحياة نعيش والحياة بطولها وعرضها انا وانتي وولادنا اضحكت وقلت اخلاص درنا الولاد وهو يقول انا بغيت منك بزاف ديال الولاد بزاف يكونو كيشبهو ليك قلت وكيفاش غدير لهاد الصفقة اللي غدا تعيشنا في الطاب انا وانت وولادنا وهو يقول هادي اكبر شحنة غدا تدخل وغدا توزع على دول افريقية قلت وفوقاش غدا تدخل هاد الشحنة وهو يقول الشهر الجاي قلت ليه في المرسى ياك وهو يقول برافو عليك ولكن هاد شي ما خاش يخرج قلت ما تخافش كما العادة وصلت هاد المعلومات كلها الياسر وفرح بقيت كنجرجر فيه هو دير للخاطر احتوصل اخر الشهر وعيت ليه ومشيت البيتو لقيت معه لارا ودرت راسي مع الصفا قلت اش كتدير هادي معاك وهو يقول لينا العزيزة دابة غدا تعرفيه حبيبا فين هو ياسر قلت لي انا ما عرفتش وهو يقول انا غا نقول ليك فين هو مشايبا لغبية البوليس على الصفقة ديالي وحساب ليه غايشدني دابة ولكن هو غالط بالزعب قلت اش هدشي كتقول مستحيل ياسر قاتل مأجور وما عنده علاقة بالبوليس قال لينا يا لينا وشي حساب ليك انا غبيحة لهذا الدرجة انا راه الباص ما غا تجيش انتي تزاديتي اليومة ودي ريها بي انتي وياسر ديالك قلت انا شنو كتقصدت ما زالك انهضر ولقيت واحد جوج جايبين ياسر وكله مضروب طاحوا ليار كبيرا ما كرهتش نقتلهم كلهم قلت باص اش هدشي واقع انا ما فهمتش قصدك وهو يقول انتي سولتيني دك النهار وانا جاوبتك شكيت فيك وطلع شكيث محله صيفتي ياسر بشي بلغ بيا وانا حصلتكم قلت اهدشي كدوب انا ما اتفقت مع حد وزيدون شنو مصلحتي انني نبلغ بيك يا كتر وديالك في ايدي الي تزوجت بيك شنو غنستافد الي عطيتها البوليس ياسر قال باص باص انا غنعتارف ليك بقى قلبي مقبوط مشيت فيها قال ليه الباص اهدر ياسر قال لارا كانت كتصنت عليكم دك النهار وطلبات مني نمشي نبلغ البوليس بيك باش تشد وتاخد هي التروة كلها ووعداتني انها غتعطيني اللي بغيت جات قالت ليك هدشي باش تخلص من لينا كانت بغت تضرب عصفورين بحجر واحد وهي تقول لارا كدوب اهدشي كله كدوب ما تتيقوش انا ما اتفقتش معاه كداب ياسر قال ما كدرتش انا كنت مخلص لك باص ولكن هي غواتني وانا ضعيف ما قدرتش نتحكم في نزواتي وانا نقول انا دايجة شفتهم ع بعضياتهم لارا هي الخاينة لارا ماشي انا قال لباص انا غادي نتأكد من هدشي اديوهم بجوج وانا تأكدت باللي خنتوني انا ما كنعرفش جزاء الخاين هو الموت اداو ياسر و لارا وانا متبعاه بعيني خاص نين تصرف ياسر غا يضيع مني بقيت ساكتة وكن متل دور غضبانة من الباص حيت شك فيا وهو حسيته ضعف قداني وبدك يحذر فيا قال حبيبة قلبي هافكي سامحيني عادريني ديك الشيطاني لعبات بعقلي قلت لو كان ما بانت الحقيقة دابا كنت غا نكون في عداد الموتى كون مت ظلم هو يقول طلبي مني اللي بغيتي اي حاجة قولي لي باش نكفر على الدن بدياني واش بغيتي نكتب ليك هاد القسر باسميتك قلت بغيت حاجة اخرى قال طلبي وانا نقول له بغيت نتاقم من هادو اللي كانوا باغين ضلموني بغيت ندلهم نخدمهم عبيد عندي باش نتشفى فيهم خصوصا ديك العرب وبغيتك تحيد ليها قاعدك شي اللي كتمنك راها كتحفر ليك وهو يقول واخا انا كنت باغي نقتلهم ولكن حيتغيش في غاليلك هاد الشي انا موافق قلت انا بغيت نعيش معك ما كتهمني لا صفقة ولا والو المهم هو نكون انا وياه خلنيك من هاد الخدمة ومن هاد الناس قال هادي اللي اخرى لينا انا كنوعدك ما كانش صفقات موراها وانا نقول انا خايفة عليك قال بغيتك تكوني معايا صفقة غدا تكون نهار اثنين محت تتعود الليل قلت لا انا كنت باغي نزوجه في هاد النهار ولكن الى كانت صفقة العمر جيب الشحنة اللي اقدر باش تكون في امان ومن ثم من لي سالي العرس فرقها كما بغيته قال اوه خالكت كوزة ديالي اللي بغيته غايكوه جاب الباص ياسر و لارا كانوا بحالة خايبة بزاف خلاها توقع لشي ملفات عرفت انهم كل ما كتملك قلت لبسوها بحال الخدامات وسيري الكوزينة غنخدمك بحيت فكرتي تاهميني اما انتا ياسر انا خارجة وبغيتك تهزدكش اللي نجيبه هادا اقل عقاب وما زال ما شفتيه مني والي دليد ديكلاره مزياني اما ياسر كنت حادرة في التعامل ديالي معاه وقلبي كان كايتقطع من جيهته ما عرفتش اش نديه قلت ليه داك شي اللي دفت وقال ليه مزيان داك شي اللي بغحت عهوه كنت خايفة بزاف البص كان فرحان حيت اخيرا حددت موعد لزواجنا وداك النهار اللي وعدني فيه ياسر بلي كل شي غيسالي فيه داك النهار اللي وعدني فيه ياسر بلي كل شي غيسالي فيه وغنت هنهو من هاد العدام بقيت خايفة وكانت عامل بحذر شديد الوقت ما كانش بغيدو زغية الموت البطيء ما عرفتش لحد الان كيفاش غنفكو من البص كيفاش غنفلتو من البص وصلت المرحلة كبيرة وقدرت فيها نواجه رئيس اختر حصابه ونديرو في ايدي قدامي خياران اما نتزوج بالبص ونعيش معاه كملكة وننسى حبي او نهرم معاه ياسر ونختار العشق والحب اللي عشت حياتي كانت سناه ووصل نهار الحدس كل شي كان في الخدمة ديالي البص كان فرحان حيث واخيرا غادي تحقق الحلم دياله اما انا ركابية كانو كيترعدو خايفة من اللي غاديوقع بغيت نهرم معاه ياسر هاده هو الحل ما بغيتش مال الدنيا احتاحه جمت غنيني علي وداز النهار في التجهيد وبدالحف البص غبر وانا لبست كسود العرس دوينا كنت كنبان بحال شي اميرا شفت في المرايا راسي كيفاش احتوليت هكا وعلاش علاق بالفلوس اهانا وصلت ليهم فلوس طائلة تحت ايدي واش انا فرحانة اكيد الله علاش درت هاد الشي كله علاق بالياذر اه درت له خاطره واش الانسان ممكن يلوح راسه في النار علاق باللحف علاق بالواحد اخر ممكن يضحي ويعرض حياته للخطر اه حيت كتتساوي في عينيه ديك الساعة الموت والفراق حتى كنسمح انا سالينا كيتسنى وفيك الناس قلت فين هو البوس قالت لي الخدامة حتى هو لطحت نزلت وانا خايفة من دكش اللي غيوقع كل شي الناس بدو كيصفقوا من اللي نزلت طلبوا مني نجلس في واحد الطبلة كان فيها العدول والشهود فانتي دار البوس يجي كنت خايفة وكان قول فين كايازر اعتقني واش غنسيني على واتيقة موتى هنا عافك اجي كل شي كان كيتسنى وكل شي كيترقل جا عندي واحد من الخدام وقاللي بلي البوس باغيني نطت ومشيت معاه وخرجت من اقصر تمشيت احتدخلنا في واحد القبو كبير قلت ايش هادا تستمت من دكش اللي شفت وهو يقول شوفي يا حبيبة ها راس مال حياتنا انا والتي انتي حضي هادنهار قلت والصافي استالمتي الشحنة وهو يقول اه ها هي في الحفظ والصور وها هما الناس جابوها ليحتل هنا شوية عالات الاصوات وطلقات النار والغوات بالحاضرين قلت شن واقعة هنا وانا نسمع سلموا انفسكم كانت الشرطة اقتحمات القصر البوديغارد ديانبوس بدو كيحميونا وبدينك نحاولو نهربو وبدك يجر فيو وكان هبطفش دروش دنا وانا كنت طيح حيث الكسوة كانت طويلة اطلاق الرصاص كان كتير ومخيف تشاهد وعرفت راسي ما غنخرش من هنا سالماء ادخلنا في واحد البلاسة مخيفة وبدالبوس كيهضر في التليفون باش يحاول يهرم من هاد البلاسة شوية دوك الرجال لي معاه طاحو هيتدربو بالرصاص وباللي يا ياسر جاي وفي ايده فردي كي يصوب بيه تجاه البوس شوية جبد البوس الفردي ديالو وانا نقول ياسر قال البوس كنت عارفك خاين انا مستعد نعطيك اللي بغيتي خليني نهرب قال ليه يا سر انت كتحلم شحال وانا كنخطط نجي دابا ونطلق منك انت رك حلم حياتي انت رك حلم حياتي هو يقول له البوس شكون انت وش نباغي مني ياسر قال انا العميد ياسر بغيتك انتا انا تصدمت ديك الساعة عميد كيفاش قاتل مأجور وعميد مستحيل ياسر قال استسلمح سليه جامورة ياسر واحد ضخم ضربو طيحلو الفردي وبدو كا يتعلم انتهز البوس الفرصة باش يقتل ياسر وانا نغوت كان ضروري خستني ندير شي حاجة العاطف احركتني وما خلاتنيش نسكت خديت بالضربة الفردي اللي طاح الياسر وبدون سابق اندار خرجات منه رصاصة في صدر البوس طاحت امه وبقيت انا مصدومة ايش هاد الشي درت انا قتلته تحرر ياسر من هاداك وطيحه وشاف فيه وقالي يومنا انتي اعتقتيني من الموت وثالة كل شي جاوا البوليس واخداوا الجتة ديالباص وعتاقلوا الاخرين بقيت جامدة في بلاس دي وفستاني ملطخ بالتم قرم مني ياسر وشدني وحاول يخرجني من ديك البلاسة قال يومنا صافي كل شي ثالة واخيرا غنخرجوا من هنا انا ما قدرت انتق بحتك هلمان اكتافيت فقط بالسكوت وكانوا شفتايا كيرتعشوا وما قادراش نوقف على رجلي خرجت من داك القصر اللعين ومشيت عند مريم داني لها ياسر ما هدرتش وما خرجت مني حتى كلمة استقبلاتني مريم وحيات ياسر بالتحية الرسمية عرفت انها حتى هي بوليسية ديك ساعة بدلت ديك الكسوة ودخلت ندوش جلست في الماء وانا كيبان لي قدامي حاجة واحدة داك الشارف اللي كان عاقد احلامه علية مات على ايدي ايش غيوقع من بعد واش غننسى في يوم من الايام انني قتلت روح انني وصخت ايدي في ذن انسان وياسر ايش غندير معاه من بعد هاد الشي الشخص اللي عشت كان حلم انني نكون معاه وبغيته بغيت واحد شكون هاداك انسان استغلني في الخدمة دياره هو مقاتل مأجور مواله وهو ما مستوي مواله ما كان لجت عنده واحدة ولا بغى الخزنة الفلوس ولا احتى حاجة شكون هو؟ عميد عميد اكيد عنده عائلة عنده مره وولاد وعنده ام واب ماشي بحالي لقي طوبنت الزنقة داك كل شي سالا وغنرجع للزنقة من جديد راسي كان غين فاجر ايش هاد الشي طيحت راسي فيه خرجت من الدوش وجات مريم كالدق حليا قلت شنو بغيتي وهي تقول نزلت تعكلي ياسر كيتصلنا فيك قلت ما عنديش الشهية بغيت النعز قولي له راها عيانة وما بغيتش بحد هاد الساعة مشات وبقيت في الناموسية كنفكر وكنفكر فين غيخرج هاد الشي انا ضروري وجد راسي للزنقة من جديد لا ما غنرجعش للتساوي انا وليت كنعرف نقرأ ونهضر نشوف شي خدمة اكيد غنلقاش فيلا نخدم فيها خدامة غيقبلوني الى مشي تلابسا مزيان هاد الدنيا فشكل اللي بقى فيا من هاد الشي كله ان المثلسل سهلة ما كين لا حب ولا وهلو كل شي وهم الغد لي جات عندي مريم وقالت لي اني ضروري نمشي باش يهضروا معي البوليس وياخدوا اقوالي وافقت وطلبتها تمشي معايا مشيت واستقبلوني وبداش شاف ديالهم كيهضر قال احنا كنشكروك بالزال حيت تعاونتي معانا باش نشدو ديك العصابة وعلى حساب تقارير نادرتي مجهود جبار والفضل كله كيرجع ليك مع انه تقدمت ليك كتر من فرصة الا ان المبادئ ديالك هي اللي تغلبات الوزارة غتصرف ليك مكافأة على المجهود ديالك وحنا بالخدمة ديالك كنشكروك على تعاونك مع العميد ياسر باش نجزدو هاد المهمة بجوش بدا كيخطب وانا ما كنسمع وارو شوية باللي يشف عدنان جاي هو وياسر تصدمت نوت كنشوف فيهم بجوش قال ياسر يومنا بلا ما تفاجي عدنان هو اللي رشحك لينا النهار اللول وضنو كان في محلو اه احنا كنا عارفين بعضياتنا واي حاجة عليك كان كيخبرنا بيها ضحكت ضحكت استهزها كل تمتيل كل شيء كل واحد الدور دياله ما غنستغربش لقالوا حتى البصره معاهم وما ماتش ياسر قال شدين جميع اطرات العصابة حتى لارا اللي كانت عوالة تكون عصابة ديالها بوحدها ولكن البركة فيك يومنا عمري ما شفتش انسان بحالك المبادئ ما كيتقطروش بالوسط اللي كانعيش فيه واكبر دليل هو انتي بقيت كنشوف فيه ما هدرتش كان فمين سدود ما قدرتش نحركه سالات لهضرة ايش عندي ما نقول بعد هاد الشيء استقدنت ومشيت في حالي تمشيت بزاف وانا ساهية كنفكر في هاد الشيء اللي عشت فيه حتى وصلت للبلاصة اللي كنت كنسحة فيها تجمعوا عليا الدراري والبنات المشاردين وقلت انا رجعت ليكم وهي تقول ياسمي يومنا شنوق عليك قلت ليها ما تخافوش عليا من هنا الفوق ما غنبعتوش في الزنقة انا ضبرت في واحد المبلغ غادي نشرو بيه شي بيت ونبقاه ونحسو فيه غنخدمه بدراحنا كل شي جاوبني بالإيجان كل شي كان كيتسنى غال فرصة باش يبعد من هاد الشيء بحال الغريق اللي كيتسنى أي قشة يشد فيها ما رجعتش لعند دار ياسم بقيت كنقلب على خدمه حتى لقيت واحد الكافة غنكون سربايا بمبلغ متواضع غادي عايشنا غادي نلاكلوا بيه ونشربوا هادا هو المهم بديت لخدمه وشديت الضار انا والصحاب حاولت نتفارق على داك العالم كله بديت هاب فراسي وهاد الشي اللي خاص يكون وبقيت خدامه حتى الواحد النهار لقيت زابون مكنش كنتاته كان ياسم قال سخيتي بيها هادي هي عمري نتفارق معاك قلت اش حب الخاطر الشعب انا مستعدة لأي مهمة انت بغيها مني وهو يقول يومنا انا عمري ما كدبتع ليك في المشاعر ديالي انهار قلت ليك كنبغيك كانت حقيقة قلت مستحيل هاد الشي انت شكون وانا شكون عمر الزيت ما يتخلط بالماء انت عميد وانا متفوية قال يعني كنتي راضية بيها النهار اللي كنتي كتشوفيني حوتالا ودابة من اللي استقتنقي مقبلتيش بيها قلت كنت قابلة حيت كنت حوتالا ولكن دابة اش غيدير واحد نقي بوحدة حوتالا بحالي قال علاش الله يلا كنا كنبغي وبعضياتنا علاش الله قلت شاب شنو بغيتي مني؟ قال بغيت نتزوج قلت ليه الله يجيب ليك بنت الحلال بنت الدار وهو يقول واش ما كتسمعيش بغيتك انتي دوك الودلين ما عقلتش على راسي باللي علقتك منهم حبست الضحكة وهو يقول هاك كان بغيك ضحكي وعطيني امل عارفك غضبانة مني حيت كدبت عليك ولكن والله العظيمي لا كان بغيك قلت حتى انا كان بغيك ولكن ياسر قاطعني وقال سكتي عارفك شنو بغت تقولي انا غنصرف عليهم وغندبر ليهم في خدمات مرتاحة قلت واشنو لي جابرك وهو يقول واش بغيت يشي قتلت للعزاب انا اهلالا بغيت ندير الخير واش تقطعيها عليا عجيب هادي البنت كيفاش كتفكر قلت ياسر انا خايفك تندم انا راني يومنا المتثولة وهو يقول وكن حماق عليها كنفتاخر بيها وكن حماق عليها وكنفتاخر بيها هادي اللي رفضات المناير والطروة الهائلة دي المافيا حيت كتبغيني انا اللي دارت فيا التقى وعرضات نفسها الخطر واللي نقضاتني من الموت جوجد المرات كنعرف القلب ديال هادي المتثولة وكنفتاخر بيها وكنبغيها واش هاد الشي ما كافيش ولا نزيدك هادي هو ياسر اللي بغاني وتزوج بيها رغم انه عميد تواضع وتزوج بمتثولة وكان نعم الزوج كان هو فيه بوعده أولدنا وليدات وعمره معايرني كان حبوليا كيزيد كل يوم الحب ما كيحتارفش بالفروق العشق هو عشق الروح وأي شخص دخل الجانب المادي في الحب عرفوا انه كتاب وما كيبغيش قصتنا سالات إلى اللقاء